السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد. بالنسبة لهذه الحلقة اخواني اجبت لكم مباراة ولوج المعهد العالي للفن المصرحي والتنشيط التقافي بالمعهد اي زاداك. يعني الانستيتيو سوپيريور داخت اذا اخواني الى عندكم الامام والاهتمام بالمصرح والتنشيط التقافي فان اخواني هذا المعهد من بين احسن المعهد لقدر التلميذ يدخل لي بعض الحصول على الباكالوريا. والرائع في هذا المعهد اخواني انه يطلب جميع الشعب ديال الباكالوريا والطريقة هذه التسجيل سهلة سهلة جدا. وبالنسبة للترشيح اخواني سيكون عبر الموقع الرسمي للمعهد وملأ الاستمارة قبل هذا التاريخ يعني اخر اجل وهو ثلاثين شهر سبعة الفين واثنين وعشرين. بالنسبة اخواني التكوين داخل هذا المعهد هذا المطوفر على اه ثلاثة ديال الشعب اللي هما التنشيط التقافي شعبة التشخيص وشعبة السينوغرافية. الشعبة دياله التنشيط التقافي وهي اه كمقاربة احصائية ووصفية في عادة خريجي مع التخصص التنشيط التقافي. نجد ان القطاع الخاص كيستحود على حصة الاسد ويأتي المجال السمعي البصري في مقدمة كقطاع مستقطب لهذا الاطار اللي هو اطار ديال التنشيط واللي كيخدمو في التلفازات وفي ادعاء وكيخدمو بزاف في المجال ديال التنشيط التقافي. وبالنسبة اخواني للشعبة ديال التشخيص واللي كيستفد طالب ايضا طيلة لمدة ديال التكوين من دروس نظرية مرتبطة ومكملة للمهنة مثل دراماتورجيات تاريخ المسرح الجماليات او العلوم الانسانية. وبالنسبة اخواني للشعبة ديال السينوغرافية وقد اشتغل على الفضاء بكل مكونة فهي كتابة كتابة موازية كتعتمد على وسائل التعبيرية عديدة كالرسم وفن الصوير والنحت والمعمار والاضاءة والفن الرقمية. وكي تحل الطالب امكانية المتابعة الدرسة دياله العليا في مختلف المجالات السينوغرافية باهم الجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية. اذن اخواني جيدا بل شروط يلولوج لمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط التقافي. اذا هنا بالنسبة للسن كي يطلبوا السن الطلبة اللي هم البالغين من العمر بين 17 سنة على الاقل و 23 سنة على الاكتر الى غاية تاريخ اجراء المباراة. وبالنسبة لمستوى الدراسي كي يطلبوا الحاصلين على شهادة الباكالوريا جميع الشعب. وبالنسبة اخواني قبل ما تبدأوا في التسجيل يجب على المترشحين ومترشحات جمع بعض الوثائق اللي هم اخواني صورة المرشحة اللي كتكون يجب ان تكون اه يكون الوجه في منتصف اه الصورة بشكل صحيح. بحال اخواني الصورة دي البطاقة الوطنية. بحال ذلك الصورة اللي كتكون في البطاقة الوطنية يكون الوجه بين. وتكون خلفية وحدة. بالنسبة اه الوثيقة الثانية اخواني تكون صورة من بطاقة التعريف الالكترونية او اه الصفحة التعريفية لجواز الصفر بالنسبة للاشخاص اللي هم الاجانب. لان اخواني بنسبة هذا المعهد الراقيق قبل حتى الاشخاص اللي هم اجانب. بالنسبة اخواني الوثيقة الثالثة صورة من شهادة الباقالوريا أو ما يعادلها أو شهادة النجاح بشرط أن يدلي المشح بنسخة من الباقالوريا مصادقة عليها تكون إيجاليزي بالنسبة إخواني الوثيقة الرابعة نسخة من شهادة طبية يتم تابعتها من قبل الطبيب وسيتم مرفض أي ملف يحتوي على شهادة طبية غير مكتملة وغير مختومة بالختام ديال الطبيب وبالنسبة إخواني النموذج اللي هو خاص بهذا الشهادة الطبية يعني النموذج حاطين وحاطوا المعهد اللي هو إخواني كيف تشوفوا هنا حاطوا المعهد إذا داكا كيف تشوفوا هذه النسخة هذي هنحطها لكم في صندوق الوصفة تلي شارجها وديها مباشرة عن الطبيب هو اللي غاد يعمرها لكم بالطريقة دياله وغير يحط فيها الخاتم دياله وعني بالكاشة وبالسيناتور ديال الطبيب إذن إخواني هذي الوثائق كامل اللي وردتكم الآن يجب قموا بسكان لهاذي الوثائق كاملين بالصيغة ديال غير إما بي دي اف أو صورة وما يتجاوز الملف جوج ميجا في كل دوسي وبالنسبة إخواني المترشحين الأجانب يجب تقديم الشهادة على شهادة المعادلة للباقالوريا عن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي إذن إخواني هذي هم الشروط وهذي هم الوتائق وهذي هم الشعب اللي هم كينين فد المعهد وآخر أجر إخواني 30 شهر سبعة 2022 إذن الآن غد نمر لطريقة ديال التجالة في الموقع الرسمي الخاص بالمعهد العالي للفن المصرحي والتنشيط التقافي بالرباط إذن إخواني هذا هو الموقع الرسمي الخاص بالمعهد وهذا ديال المرحلة الأولى اللي غد ندخلوا فيها المعلومات ديالنا وغد نكري وفيها نحطوا فيها جيميل ديالنا المطبص هنا ونديروا التسجيل باش ندخلوا للاستمارة ونعمرها إذن في هذا المكان هنا كيف تشوف إخواني غير إما البطاقة التعريف الوطنية الرقم بالتعريف الوطنية بالنسبة الأجانب سأضعوا رقم جواز الصفر بالنسبة للأجانب وفي هذا المكان نضعوا الاسم الشخصي وهنا الاسم العائلي وهنا البريد الإلكتروني المرجو التأكيد من صحة البريد الالكتروني نضعوا هنا يكون بريد صحيح وهنا سأضعوا كلمة المرور ونعود ونضغطه كلمات المرور ونضغطه على تسجيل الحساب بعدما اخوان اضغلنا على تسجيل الدخول هنا شو نقل لنا المساج شكرا لتسجيلك قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول يجب عليك تنشيط حسابك من خلال نقل على الرابط التفعيل الذي ارسلناه إليك في البريد الإلكتروني إذن سوف نمشي اخواني البريد الإلكتروني ونرى الرسالة صفتها لنا لكي نديره التأكيد أو لتنشيط الحساب إذن اخواني المساج هو وصلنا هنا ما وصلناش في البريد الإلكتروني بل وصلنا هنا في سبام سوف تهبط الأسفل وسوف تلقى هنا واحدة الكلمة اسمتها سبام وهذه الطريقة وهذه الطريقة وسوف تلقى اخواني واحدة رسالة وسطنا من المعهد ونضغطوا اخواني على هذه الرسالة بعد ذلك اخواني سوف نضغط على اكتيفيت اخواني اخواني اعطانا هنا اخر اجل تشرف المبارك بلوجه المعهد 30 شهر سبع عفين وعشرين وهنا الملف على الملف يعني هذه المعلومات الخاصة هنا تدخلنا ل الكونت دينا بالطريقة هذه هنا قلق المرجو استعمال استمارة باللغة الفرنسية يعني هذه المعلومات كاملة باللغة الفرنسية المعلومات دينا الاسم والنساب والجنس وكل شيء المهم اه بالنسبة لهنا يجبوا تحميل شهادة طبية من الرابط التالي شهادة طبية اخواني اكثر ونحن اقوم بإمكانك ونحن اقوم بإمكانك مباشرة عن الطبيب وعمروا هذه المعلومات هنا ويضع لكم الكاشر هنا والسيناتور لطبيب المهم اخواني سنكملوا الاسكريبسيون هنا ارفاق الصورة الشخصية اول شيء اخواني نبدأ بالصورة الشخصية كيف يريدون في القناة ارفاق الصورة الشخصية اخواني السيغة تكون غير ما pdf او لا ايماج هنا اخواني سندخل الصورة كيف قلت لكم الصورة بشكل يكون الوجه يكون باين في الوسط الصورة يعني لا تكون على الجنب لا تكون على الجبل ايمن او على الجبل ايسا تكون يكون الوجه باين نضغط على شئ ونضع الصورة اذا كان لديكم اخواني التليفون يكون مزيان في التصوير حاولوا انكم تصوروا شي صورة بالتليفون في الخلفية تكون خلفية وحدة مثلا تكون خلفية ابيضاء ولا تكون خلفية في شي حائطة باللون الازرق ولا باللون الاخضر وقدوا هكا وحطوها اه وصفت وحطوها في هذا المكان هنا تكون صفر من ايماج او صفر من الف يعني نضغط على نضغط على طريقة ونضغط على اخواني نضغط على الصورة ونضغط على الصورة ونضغط على هذا المكان بعد ذلك اخواني نضغط على اسم العائلي باللغة الفرنسية ونضغط على اسم الشخصي باللغة الفرنسية ونضغط على الكارت ناشونال او اذا كان شخص اجنبي سيضغط على رقم الجواز في هذا المكان بعد ذلك اخواني ارفاق صورة البطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص المغربي سيضغط على هنا ياخد نسخة الصورة البطاقة التعريف الوطنية هنا تكون في جهة واحدة وتضعها صفحة او اذا كان شخص اجنبي سيأخذ صفحة التعريف بجواز الصفحة هنا نضغط على بعض طريقة ونرفع الصورة البطاقة الوطنية في هذا المكان وبالنسبة هنا الجنسية مغربية مغربية مارو مارو هذا طريق بعد ذلك اخواني نضغط على الجنس حسب الشخص الذي دفع هذا المعاد اكتر 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 التاريخ لا يتجوز سن اكتر نضغط على الطريق ازدياد في هذا المكان هنا اخواني سنضغط على المكان في الازدياد في اللغة الفرنسية الفرنسية يعني مكان في تزايد وبالنسبة هنا سنضغط على العنوان هنا سنضغط على المدينة كازا بلانكا الطريق وهنا سنضغط على الجنس بالنسبة اخواني لهذا المكان نضغط الرقم الهاتف وكذلك اخواني هنا الدراسة المتبعة خلال السنة الاخرية في حالة الانقطاع يجب تحديد الاسباب يعني هنا بالسبب الدراسة الانشطة التي تبعتها خلال العامين الفيتين يعني السنة الفيتين اذا كانت هناك الانقطاع مثلا الشباب اللي خدوا الباكالورادي في الفين وعشرين يعني الا جبل مثلا ما داروش تشي حاجة في الدراسة يعني ما داروش تشي اكسيفيتي إذا كان مثلا انقاطعها للدراسة أو لما تتبعوا الدراسة يدروني السبب على شكا اذا اخواني بنسبة لشباب اللي هم يدرسوا في الباكالورادي هذه السنة وما غيرنا تفعيل هذا المعد هنا السؤال يقول لك الدراسة المتابعة سنة 2022 هنا بنسبة لشباب الباقي ما زال ما يأخذوش الباكالورادي يعني يأخذوا هم يديروا ايتود من هذه الطريقة هذه وفي هذا المكان يقول لك هل كنت منقطعا على الدراسة سنة 2022 بنسبة لشباب اللي يديروا اه لا بنسبة لشباب اللي ما يعني يقرأوا في السنة هذه ويأخذوا الباكالورادي سيأخذوا هنا وهنا يكتبون المؤسسة التي يقرأوا فيها هنا وهنا بنسبة لنا سيأخذوا الشهادة محصل عليه السنة 2022 اللي هو الباكالوريا هنا تكتب الباكالوريا وهنا الدراسة الأنشطة المتابعة سنة 2021 اللي هو السنة الماضية هنا سيأخذوا الطريقة إذا فد المكان هنا بنسبة لك هل أنت منقطعا على الدراسة في 2021 تكتبون هنا بنسبة للشباب الذين لديهم الباكالوريا هنا سيأخذوا شهادة محصلة على السنة 2021 سيأخذوا مثلا باكالوريا 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 وهنا هنا المؤسسة التي ترتيب فيها يعني هاتشركين بالنسبة لهادة المرحلة بالنسبة هنا نقول لك اللغات الحية الأجنبية لمطرشح هنا بالنسبة للغات الحية الأجنبية يعني لا تقوموا لغة العربية يعني هنا اللغات الأجنبية بالطريقة إخواني إذا في هذا المكان هنا اللغة الأولى سأخذوا اللغة الفرنسية وسأخذوا المستوى اللغة في الكتاب يعني يعني النبو إخواني يعني اللغة الفرنسية هنا مثلا الحسن يعني حسب المستوى هنا بالنسبة المستوى الشفاوي يدير الشفاوي لغة متوسط أو ضعيفة مثلا هنا في هذا المكان هنا اللغة الثانية DD ما سأخذون للغة الإنجليزية ما سأخذون الإطالية ما سأخذون لغة إسبانية والعناء للغة الثانية بالمثال نعم الإنجليزية النغلي نفس الشي قد مستوي أكثر المستوى متوسط ضعيف أو حسن مثلا نحن متوسط على أن المتوسطة ولا ضعيفة مثلا في فلوراندي مثلا حسن او لا ضائم متوسط بالطريقة هذه. غلقنا يا اخواني السؤال الاخر اريد التخصص في الشعب يعني انتم ما غتشوفو اشم شعب بغيتو فاتلاتة ديل الشعب. ركينا الشعب التنشيط التقافي الشعب التشخيص شعب السينغرافيا يعني شوفو انتم ما اشم تخصص اشم شعب بغيتو فاتلشعب. يعني كي شرحت لكم في البلد الفيديو الشعب بالتنشيط التقافي اه ما اشم فيها? او الشعبه ذي اللى التشخيص هشم فيها? وشعبة حتى سينغرافيا شوفو يعني ارجعوا ل lately الفيديو سوف تشوفو هنا هاي الشرحات الشرحة ذي لكلها شعب من هاي الشعبات ذاه نحن خطروا شعبه من هاي الشعبا ونختار احنا مثلا شعبات التنشيط التقافي هل يمكن تعريف التنشيط التقافي? هلا يمكن التعرف الينا هاي التنشيط التقافي? نفس ويقوم بإخوة الإخوة إلى تشخيص ويقوم بإخوة الإخوة إلى السينغرافية إذن سوف تختار شعبات من هذه الشعب على سبيل المثال اختار الشعبات من التنشيط وكما أقول لك هنا يمكن تعريف التنشيط التقافي سوف تدخلنا هنا يحدى تعريف التنشيط التقافي سوف تنشد مباشرة لجوجل وتخذوا هذا تكوبيو شعبات التنشيط التقافي سوف تنشيط التعريف وضعه في هذا المكان نفس الشيء مع هذا الشعب الخليني لحسب الشعبات التي اختارتها هنا تجد استعمال البرمجيات التالية ماذا تعرف لهذه البرمجيات التي سوف نتكره ميكروسوفت وورد ميكروسوفت اكسيل والآدوبي انديزاين ماذا تعرف لهم؟ سوف تقوم بمعرفة كاملة بمعرفة كاملة لم يكن بمعرفة كاملة على المعرفة كاملة ممكن تقوم بطريقة كاملة بطريقة كاملة أنا لك هل لديك أنشطة وإنجازات في التخصص من هذا المعرفة ولم يوجد أنشطة فيه؟ إن شاء نعم لك ولم يكن بمعرفة كاملة على حساب ربع مثلا انت في التنشيط التقافي وشكت عرفت دير تنشيط وشكت انجازة درتهم او مثلا اختارتي اه الشعب دل تشخيص او مثلا اختارتي شعب دل صينغرافيا لحسب الشعبه يخضر لك هنا على حسب الشعب اللي اختارت انتها مثلا هل هذه كأنشطة او انجازة كتدير نعم هل هذه كأنشطة فنية اخرى يعني كتدير انشطة فنية اللي فيت دوسي عم في عمي في الانيماسيون مثلا قدير انشطة اللي دوسي في الانيماسيون كيف تعرفت على المعهد كيف تعرفت عليه كيف تعرفت على المواقع التواصل الاجتماعيات او في اليوتيوب مثلا في الانستغرام او كيف تعرفت على هذا المعهد وهنا اشنواء تخصص للشهادة الباكالون محصة عيني اشمن تخصص التعلمي ادابي مهني مهم وتقنية تخصص عندك في الشهادة الباكالورية وهنا ايه ميزة او كيف تأخذت الباكالوريا كيف تأخذح تهوك حسان مستحسان وتواصل مهم او كيف تأخذتها هنا اخواني اخواني في الاخير ارفاع صورة لشهادة الباكالوريا او صورة لشهادة النجاح هنا كتدير نسخة من شهادة الباقالوري ومسادقة عليها كتترفقها في هذا المكان كتضغض على شوازي في شيء بالطريقة وكتختار هنا الصورة ديال شهادة الباقالوري ديالك صفور ديال بي دي اف وكتدير اوفغير وكتتحمل هنا في هذا المكان بعد ذلك هنا ارفاق الصورة لشهادة الطبية هذه الشهادة الطبية اللي شفنا قبيلا في الولي الفيديو يلديتها عن الطبيب قدها صيبها ديالك الشهادة اللي سينا فيها غادي تجيبها وتسكانيها صفور ديال بي دي اف وغترفعها في هذا المكان بالطريقة هكا وغتحطه كتدير لها اوفغير وكترفعها في هذا المكان اذا هنا يقلك الشروط المباراة الولوج يعني للي كونديسيون يعني كتدير كتقش هذا يعني اوافق على الشروط مباراة الولوج هذا المعهد هذا ديال يعني للمعهد ديال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط التقافي وكتضغط على ارسال في الاخير يعني كتصفت الترشيح ديالك لهذا المعهد اذا اخواني بعدما نضغطنا لارسال كي سيكون يعني يعطيونا هاد المعلومات هنا يا لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح ستوصلونا برق ملف فيكم عبر الباليد الالكتروني انا غدي سيخطوني هنا واحد الرقم ديال الملف دياله في الباليد الالكتروني اذا هنا يا كين واحد الملف تكميلي هاد الملف تكميلي اخواني اه عمتا غادي اه نجيبوا هاد الوثائق هادو غنجيبوهم الى عيط علينا نهار غادي ندوزوا الكونكور غادي ندو معانا هاد الوثائق اخواني هنا صور اربع صور شبسية تحمل اسم مترشح غادي اكتبوها مورها وشهادة طبية تؤكدوا واستعداد البدني لمطرشة المتابعة الدروسة التطبيقية والنظارية وهنا يهم يجب على المطرشة تقديم ملفات متكملية اثناء تسجيل الحضور مع بداية المرحلة الاولى ويجب على المطرشة احضار الملف الفني او الادابي عند توفره مع بداية المرحلة الاولى من المباراة من اجل اعرضه على اللجنة وهنا على حسب كل كل تخصص اللي اختارته من Bijل اختارو تخصصyl الصينغرافية مطلوب ملف يضم عملهم في الرسم او الفنون التشكيلية او النحت وبالنسبة اللي اختارو تخصص ديال تشيط الطقافي المطلوب ملف يضم مختلف التجاريب في تنشيط مواد تعقفية تنظيم لقاءات فنية يعني موضوع في قرصة مضوغوط كي يدار فحد العهام سيدة. وبالنسبة الناس اللي اختارو تخصص ديال التشخيص من مطلوب ملف يضمه مختلف التجارب في فن اه بحال مثل الممثل يعني في التمثيل في الصور على قرص مضغوط او محاولات الكتابة المصرحية الاخير يعني هدو هدو بعض التوضيحات للشخص اللي تم الانتقاء دياله وعيط عليه في الكونكورن. اخوانياتينا لنهاية هذه الحلقة دي كنتمنى لكم التوفيق ومسيرة موفقة في الدراسة ديالكم ومن تتساوك تضغط على زر اللايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش تنصلوا بجديدنا دونك في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة